أعلن في الموصل الجمعة عن وفاة آخر عمالقة الخط العربي وشيخ الخطاطين العراقيين الخطاط الموصلي يوسف ذنون النعيمي عن عمر نهز 89 سنة إثر إصابته بجلطة دماغية ولد يوسف ذنون عبدالله النعيمي في محلة باب الجديد في الموصل بتاريخ 7 من أيار عام 1931 تتلمذ على يديه أكثر من جيل وبرز منهم خطاطون معروفون عربيا وعالميا واعتمد يوسف ذنون في ممارسته للخط على نفسه مما أخذه من خطوط صبر الهلالي وهاشم البغدادي وأشارك كذلك في تأسيس جمعية التراث العربي في الموصل وهو عضو في جمعية الخطاطين العراقيين وعضو فخر في جمعية رابطة الخرجين لتحسين الخطوط العربية في مصر وقد حاضر في تاريخ الخطاط الإسلامية وعلم هذا الفن في الموصل وللراحل مؤلفات عدة منها دروس التربية الفنية قلاصة قواعد خط الرقع الخط الكوفي مبادئ الزخرفات العربية وقواعد الخط الديواني وكان للخطاط الراحل سلسلة ندوات ومحاضرات في تاريخ وتطور الخط وأقام دورات عامة لتعليم هذا الفن الإسلامي في الموصل وله آثار فنية في الخط واللوحات على كثير من الكتب والمجلات ترجمة نانسي قنقر